الاهلي لسا مكملين مع النادي الاهلي وشفنا الكابتن جهاد جريشا في مباراة بيراميدز كان عليه اعتراضات كبيرة جدا من الجهاز الفني لالنادي الاهلي ومن جماهير النادي الاهلي امتد الامر الان لمجلس ادارة النادي الاهلي اللي ارسل خطاب لاتحاد الكرة بيبدي اعتراضه على التحكيم في هذه المباراة وهقول لكم باختصار كده الاهلي قال ايه في خطابه او في بيانه اللي ارسله لاتحاد الكرة الاهلي قال لاتحاد الكرة احنا حاسين ان الاخطاء التحكمية في هذه المباراة ما كانتش اخطاء تقديرية يعني بيقول ان الاخطاء ربما تكون متعمدة بس الاهلي ما قالش انها متعمدة قال احنا حاسين انها مش تقديرية الاهلي طلب من اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفار او حكم الفيديو احنا قلنا قبل كده هنا في البرنامج ان الاندية المصرية اجتمعت مع لجنة المسابقات بالتحاد الكرة واتفقوا ضمنيا ان صعب يبقى فيه فار الموسم الجاي وانا اقول لكم ليه صعب الفار بيتكلف في كل ملعب حوالي 150 الف دولار عشان تعمل التقنية بتاعة الفار الفار ده يا جماعة مش الشاشات اللي انتو بتشوفوها بس في البرميال ليج يعني احنا مش بنتكلم في شاشات وفيه 3 او 4 او 5 او 6 حكام بيبقى عدين وده مش شدة لا خالص ده فيه كاميرات خاصة جدا بتتحط فيه المدراجات في الملعب الكاميرات دي بتقنية معينة وبسرعة معينة وبتكلفة معينة ولازم يكون لها ارتفاع معين في الملعب ملعبنا بالمناسبة ارتفاعاتها مختلفة يعني فيه ملعب بتلاقي المدرجات تحت خالص فيه ملعب بتلاقي المدرجات كبيرة زي برج العرب وستاد الكاهرة فيه ملعب المدرجات قول إليه زي استاد الإسماعيلية أو استاد بيترو سبورت دي أمور كلها تقنية صعب تخلينا نطبق الفار زي اللي بيحصل في الدورة الإنجليزية مثلا عشان الأهلي فيه الأهلي فيه البيان بتاعه اتكلم على أن الكلام ده بيحصل في الدوريات الكبيرة إحنا بصراحة عشان نبقى قوم أنا برضه احنا لسه ما وصلناش نبقى دوري انجليزي او دوري اسباني احنا عندنا امكانيات اه محترمة شفناها فيه كأس العام الأفريقية بس لسه محتاجين شوية وقت كمان عشان نوصل لمرحلة الفار الفار ده فيه دوريات كبيرة ايضا في العالم لسه ما وصلوش للفار وهما دوريات طبعا ودول في الكرة متخطيننا بكتير انا مع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك ومع اي نادي في مصر يطالب بحقه طول الوقت ما فيش كلام بس يعني ايه اقمر بما يستطاع يعني لو هنقدر نعمل الفار اهلا وسهلا كل الاندية هتستفيد من هزر فار الاهلي الزمالك وكل الاندية حتى الاندية الصغيرة